مرسلنا سيف الدين العامري انضم لنا من تونس سيف هل صدرت اي ردود فعل سياسية او حتى من قبل الشارع التونسي على كل هذه التطورات اليوم نعم داليا طبعا الى حد اللحظة لا توجد بيانات ولكن نوعية خطاب الرئيس متوقعة حتى في اتصالاتنا منذ ايام مع اتحاد الشغل او مع منظمات اخرى بل واحزاب الامر كان متوقعا في ان يضع رئيس الجمهورية اطارا عاما بهذا الشكل وان يرد على من لم يسميهم ولكن نعرفهم يعني واضح انه يتحدث عن قضاة نوردين البحيري كان وزيرا للعدل في 2012 وهو قيادي في النهضة ويرد على الرئيس الاسبق منصف المرزوقي في باريس عندما خرج في مظاهرة وادل بتصديحات فهم منها على انها دعوة للتدخل في اشياء التونسي طبعا متأكدين جميعا ان ردود الفعل على هذه النقاط ستكون لصالح الرئيس اساسا ولكن الذي ننتظره جميعا الان هو اقتراب من الرئيس فيما يخص اولا الحوار الوطني المصار السياسي هذا يهم اساسا اتحاد الشغل والمنظمات الوطنية كذلك اتحاد الشغل سمعنا منذ ايام انه سيتعرف على الحكومة سيتقرب الى الحكومة لمعرفة برنامجها ومن خلال هذا التعارف سيبني اتحاد الشغل موقفه واستراتيجية تحركاته مع نجلاء بودن وحكومتها اعيدنا داليا هذا خطاب تاريخي لرئيس الجمهورية بقطع نظر عن تقييمه ولكن من شأنه ان يحدد مصير البلاد لمدة طويلة جدا في المستقبل والاكيد ان ردود الفعل ستكون في مستوى تاريخية هذا الخطاب بتاكيد سنعود اليك ربما بعد قليل لنتابع ردود الافعال التي ستصدر على هذا الخطاب الذي وصفته بالتاريخي من قبل رئيس تونسي قيس سعيد شكرا لك برسلنا سيف الدين العامري كان معنا من تونس